اشتركوا في القناة في طلبة كانوا في مدينة سياحية ويحن موعد اذن الظهر فواحد منهم اسمه خالد قال نحن في فصل الشتاء والجو شديد البرودة فكيف نتوضع للصلاة وحن في هذا المكان طبعا المعلم بيرد عليه بيقول له يسر الدين الاسلامي كثير يسر الدين الاسلامي كثير من الاحكام على المسلمين تخفيفا لهم ورأفة بهم منها انه قد يسر في امره لضوء فاجازة التيمم في حالة عدم موجود الماء يعني انا دلوقتي لو الماء مش موجودة وانا مسافر يباح ليا او يجوز ليا اللي انا اتيمم كما اباح للمعذور وغير المعذور يعني اللي عنده عزر واول اللي مش عنده عزر ان يمسح على الخفين او الجبيرة او العصابة العصابة دي اللي هي اللفة اللي بتبع على دماغ الراجل زي مثلا زي الصعيدة او زي الناس المعلمين الكبار دول اللي بيبوا لبسين عمامة على دماغهم بحيث لا يصل الماء الى الجسم ويغني هذا المسح عن غسل الرجلين او موضع الجبيرة او العصابة موضع الجبيرة ديت اللي هو مثلا بعد الشر لو في حد مجبس ايدي او رجلي ممكن يمسح على الجبيرة ديت با كان المكان العضو اللي هو المفروض يتغسل في الوضوء فعن المغيرة ابن شعب عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة يعني بحاجة فيها مية فصب عليه حين فرغ من حاجته اللي هو قضاء الحاجة يعني وتوضأ ومسح على الخفين وهذا المسح جائز في الاقامة والسفر فعن علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليليهن للمسافر ويوما وليلا المقيم يعني انا لو مسافر عندي ثلاثة ليالي ممكن لو انا لابس الخف بتاعي او لابس العصابة بتاعتي ممكن امسح عليهم ثلاثة ايام ولو انا قاعد في البيت والدنيا سائعة والجو برد ومش قادر اقوم اتوضى ممكن امسح على الخف بتاعي او على العصابة بتاعتي او على الجبيرة بتاعتي يوم وليلة فلو توضأ المسلم ولا بس الخف او الجورب في الزهر مثلا واستمر متوضيا الى وقت العشاء ثم احدث حدثا يعني اخرج ريح مثلا ينقض الوضوء اعتبرت المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس يعني انا لو مثلا توضيت ساعة الظهر وجيت خرج مني ريح مثلا او دخلت الحمام بساعة العشاء بيتحسب وقت التلاثة ايام او اليوم وليلة من وقت العشاء مش من وقت الظهر قال حسام استمعت الى درس من دروس الفقه في المسجد وعرفت منه شروط المسح على الخفين طبعا عشان امسح على الخفين اللي هو الجوارب او اللي هو الشراب التقيل دوت لازم امسح عليه لازم نشرط اول حاجة لبس الخفين او الجواربين على طهارة مائية يعني قبل ما لبس الشوز بتاعي او الكوتش بتاعي او البوت بتاعي او الشرب بتاعي اي حاجة او الحاجة اللي البنات بتلبسها في البيت ديت كده في رجلها بتدف الرجلين ديت لازم تبع على وضوء الاول عشان يجوز لي اللي انا امسحها يوم وليلة او امسحها تلات ايام لو انا مساب فلا يجوز المسح بعد التيم يكون الخف أو الجورب طاهرا لازم يبقى طاهر نظيف سميك مش خفيف يعني عمل كده زي ورقة زي الشراب الخفيف خالص ده اللي بيبين اللي تحتيه لا طاهرا سميكا غير رقيق ولا شفاف يبين اللي تحتيه بحيث لا ينفذ الماء منه تالت حاجة يسطر الخف أو الجورب القدم مع الكعبين يعني لازم الشراب اللي أنا لابسه أو البوت اللي أنا لابسه أو الخف اللي أنا لابسه لازم يغطي العظمتين البرزين من القدمين اللي تحت دول العظمتين البرزين من عن الجناب دول طيب عندنا شروط المسح الخفين دي بيجي في الامتحان لازم نحفظها كويس طيب يسر الإسلام عندنا لسه برضو من يسر الإسلام مبطلات المسح يعني إيه دلوقتي يعني دلوقتي أنا عندي يوم وليلة بمسح فيهم أو ثلاثة أيام مع السفر طيب أنا عايز إيه اللي يبطل المسح أول حاجة حدوث ما يوجب الغسل إزاي الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة رقم اتنين خلع الخفين أو أحدهما أو حدوث خرق فيهما يعني لو خلعت الشراب بتاعي أو البوت بتاعي كده انتهت مدة المسح ثالث حاجة انتهاء مدة المسح اللي هي ثلاثة أيام ده كده مبطلات المسح حدوث ما يوجب الغسل خلع الخفين أو أحدهما أو حدوث خرق رقم ثلاثة انتهاء مدة المسح مبطلات الوضوء طبعا المفروض الحاجات دي احنا عارفينها واحنا فيه ابتدائي بس برضو بنأكد عليها تاني انا دلوقتي متوضع وبصل للظهر بصل للعصر طب اللي خلينا توضع تاني اللي يبطل وضوء كل ما يخرج من السبيلين يعني العورة بتاعتنا سواء البول او الغائط او الريح طبعا عارفين البول وعارفين الغائط اللي هو الحمام بتاعنا والريح اللي هو عارفينه برضو ومس العورة بتاعتنا عند الرجل او المرأة بباطن الكف العورة المغلزة بتاعتنا اللي محدش بيطلع عليها طبعا عارفين بباطن الكف او الاصابع بدون حائل يعني انا مثلا لطيت العورة بتاعتي بدون حائل ده يبطل وضوء لازم اقوم اتوضع طيب رقم ثلاثة النوم المستغرق انا نمت والنوم خدني خالص ونمت وغرقت في النوم خالص مش ينفع اقوم اصلي لا لازم اتوضع رقم اربعة زوال العقل واحد مجنون هقوله تعالى صلي واحد سكرون هقوله تعالى صلي لا يبطل زوال العقل سواء كان بالسكر او بالاغماء او بالدواء واحد بياخد دواء وتعبان والدواء دواء ممكن يأثر عليه ممكن ينام مثلا زي البنج مثلا كل دواء لازم يقوم يتوضع عشان يصل طبعا شكر المعلم حسام العلم قدم من معلومات وقال للتلميذ والان سوف اوضح لكم كيفية المسح طبعا كيفية المسح بيضع المطادق اصبع اصابع اليد اليمنى بعد بلها طبعا ببعض الماء على مقدم الخف او الجورب على الرجل اليمين ثم يضع اليد اليسرى على مقدم الخف او الجورب الرجل اليسرى ويمر بالاصابع على الساقين على الساق فوق الكعبين ويفرج قليلا بين الاصابع ويكتفي بمرة واحدة طبعا عند المسح وذلك وبعد ذلك التلميذ عادوا الى السمر بتاعهم والالعاب بتاعتهم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر